موسيقى تحية لكم مشاهدينا وتحية لكل شخص انضم لنا صحتك بطل عليكم بحلقة جديدة وموضوع طب جديد حلقتي لليوم استثنائية تستضيف وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال دكتور فراس الأبيض وذلك بسبب يعني عودة كورونا وعودة الإصابات حبيت بهذه الحلقة نخصص هذا الموضوع لنشرح ونستفيد من معالي الوزير من آخر المعطيات الموجودة وآخر الإصابات وشو هي العوارض الجديدة وأيضا رح ننتقل لموضوع أدمية الأمراض المستعصية ومرضى غسيل الكلاش ووضعهم وشو هي آخر المعطيات اللي وصلت لوزارة الصحة مع الحكومة معليك يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك أهلا فيك بداية دكتور فراس ترجعنا نسمع عن إصابات للكورونا ما بنعرف إذا هو متحور أما شي فيروس جديد فبداية شو عم بيصير يعني حولينا يعني حقيقة الكورونا ما طلعت من لبنان نحن ضل في كورونا ولكن الإصابات تناقصت بشكل كتير كبير وهذا لعدة أسباب أول شي لأنه كثير من الناس صار عندها مناعة بسبب يا أما لأنه أصيبت بالكورونا وأكتر من مرة أيام أو لأنه أخذوا اللقاح بتتذكري أنت وقت أجينا اللقاح بوقت كتير كان صعب هالفيروسات هيدول دايما بتمر بمرحلة تغير فبيصير فيه ما يسمى المتحور يعني بمعنى فيه أجزاء منها بتتغير وهيدا بيخليها أيام أنه الجسم ما يتعرف عليها مثل ما تعرف أول لما أصيب يعني بيستقبلها كأنها شي جديد بالنسبة تماما وهيدا اللي عم بيصير أنه صار في عنا هلأ نحن هيدا المتحور البي اي تو اي تي سيكس اللي هو عم بيرجع وعم نشوفه مش بس في لبنان بكل العالم عم بيصير فيه إرجع إصابات عم بيبلش هو ياخد محل الأوميكرون اللي كان موجود قبل هلأ لهلأ ما هي بتقوله المعلومات عن هيدا بتقول نعم أنه لأنه هو تغير تحور عم نرجع نشوف إصابات حتى بناس كانوا منصابين قبل بالكورونا أو لهي لهلأ ما نبين أنه هو الإصابة هي أشد بمعنى أنه بتفوت لا سمح الله على العناية أو أنه لا سمح الله بتأدي إلى الوفاة نحن بنعرف أنه بيرجع بيصير فيه إصابة نحن حقيقة بلبنان عم نشوف دائماً بكل صيف منشوف أنه هناك طفرة بتصير بسبب الإختلاط موجة جديدة يمكن فنحن لهلأ اللي عم نشوف أنه هالزيادة عم تتصاحب يعني أو عم بتكون مع هالاختلاط ومع هالطفرة جديدة هل الأرقام اللي عم بتتبعها وزارة الصحة الترصد اللي عم نعمله بيفرجي أنه هناك عدد أكبر عم يدخل على العناية الفائقة أو لا لا نحن لهلأ اللي عم نشوف ما عم نشوف هالإصابات الشديدة ولكن ما في شك إذا بتعدي مع أو بتسألي أي حدا أصيب بالكورونا عم بيكون يعني مزعج بمعنى حرارة يومين الجسم كله بيحسه مكسر كذا هالأمر يعني ما عليك ما في عوارد جديدة تجددت مع هيدا البي اي تو اي تي سيكس اللي عم تقول عنه ما في عوارد بيرجة أكتر لا هي نفس العوارد اللي كانت تصير قديمة بس أنت بتعرفي مثل الجريب فيه ناس بيجي معه خفيف فيه ناس بيجي معه شوي قوي لهلأ اللي يعني المرضى اللي عم نحكي معه عم بيقولوا أنه فيه جزء منهم عم تكون العوارد أقوى من اللي آخر مرة أشته مثلا بيقول ليه آخر مرة كانت سهلة يمكن الأوميكرون إجا على كتير ناس ما إجا كتير قوي صح أسهل هيدا عم يجي عم يعطي حرارة أكتر عم يعطي تكسير جسم أكتر عم يعطي كذا أسعى لهالأمور هل ممكن يعني نرجع نشوف لوكداون أما نرجع نفوت بهيك إرشادات جديدة يعني عم نشوف كمان عالميا عم يرجع ينحكى بالكورونا جديا أكتر لهلأ ما فيش هي يخلينا حقيقة نفكر بهالموضوع بأنعية يعني نحنا قامتا من ممكن نروح على لوكداون هي فكرة لوكداون أنه لما بتجي إيصابي قد ما الناس بتمرد وبتعوز مستشفى من خاف أنه مستشفياتنا متلحق ولذلك نحنا بساعتها لازم لنسيطر على الوباء نقول له للناس ما تختلتوا نحنا لهلأ لا في شي بيقول أنه هيدا الفيروس هو أشد وبسبب أنه الناس بالماضي صار مع كورونا أو أخدت اللقاح وهالأمور نحنا وضعنا هلأ غير وضعنا من ثلاث سنين يعني لما إجت الكورونا من ثلاث سنين كان فيروس جديد ما حدا نشايفه قبل هلأ لا نحنا فلذلك أنا بتوقع أنه يكون مزعج نعم ولكن بستبعد جدا نوصل لمرحلة نرجع نحكي يعني الأرقام طبيعية عم بتكون متوقعة خلينا نقول لهلأ لهلأ كل شي عم بيصير متوقع ولكن نحنا يعني مشكلة المتحورات المتغيرات أنه أيام بتفاجئك لهلأ للمعلومات اللي عنا هنا هلأ نحنا الوضع تحت السيطرة هل ممكن يطلع شي جديد نتنك تشوف شي جديد لذلك هون أهمية اللي عم بتقوم في وزارة الصحة من الترصد من المتابعة من التواصل مع منظمة الصحة العالمية وغيرها لحتى لا نفاجأ لا نؤحث على خين غره طالما فيه ترصد ونحنا عم نتواصل مع المواطنين أنا بتوقع أن الأمور هتكون تحت السيطرة دكتور فراس بالنسبة للأشخاص يلي بعضهم رفضين ياخدوا أي لقاح خاصة بكوفيد بكورونا اليوم قداش عم ينصابوا هول الأشخاص كمان ما في شك أنه أنت بتعرفي بكتير من الأمراض مثلا شلل الأطفال أو لما أنت ما بتاخد اللقاح اللقاح هو حماية إذا المريض بده يغامر يفوت ضمن هالمجتمع من غير هالحماية اللي بيأمن لها اللقاح بالنهاية هو عم يعني هو عم ياخد المخاطرة على نفسه نحنا ما عم نجبر الناس على أنه ياخدوا اللقاح ولكن نحنا منقلهم بالمعلومات الطبية اللي عنا وبالواقع المشاهد اللي كان عم نيا أنه هذا اللقاح بيأمنكن الحماية يعني شفنا نحنا خطة وزارة الصحة بالكوليرا كمان كانت الحملة أوسع وقدرنا أنه نسيطر على انتشار هذه العدوى نحنا حياتا يعني كان فيه اجتماع للمنطقة يعني كان أجو من عدة بلاد بالشرق الأوسط الاجتماع عملته كان مع منظمة الصحة العالمية من حوال عشرة أيام في لبنان وكان فيه تنويه خاص للجهد اللي قام في لبنان لأنه حقيقة نحنا في خلال فترة خمس لست أسابيع كان الكوليرا تقريبا تحت السيطرة والسبب الأساسي أنا برأيي في ذلك شغلتين أول شي هو الجهود اللي للفرق تبع وزارة الصحة خاصة فريق الترصد فريق يعني الطب الوقائي بالوزارة وكذلك حقيقة بدنا ننوه بوعي وتجاوب المواطنين يعني نحنا شفنا أنه كان فيه تجاوب ممتاز من المواطنين ممكن من تجربتهم مع الكورونا وهذا سمح لنا حقيقة أنه نضبط الوضع بسرعة نعم دكتور فراس قبل ما ننتقل لموضوع أدوية الأمراض المستعصية اليوم شو توجهات وزارة الصحة للمواطنين لتفادي المتحور الجديد من الكورونا نحن بالنسبة للمواطنين وخاصة الأكثر عرضة يعني الناس اللي عندهم أمراض مصاحبة الناس الكبار بالعمر الناس اللي عندهم مشاكل بالمناعة نصيحتنا لقلهم أنه يحمح نفسهم واللقاح هو وسيلة جيدة لحتى يحموا نفسهم بهذا الموضوع للناس اللي عندهم عوارد نحنا عم ننصحهم ونطلب منهم أنه يقعدوا بالبيت ما يختلطوا مع إن كان بالعمل أو مع أهلهم لحتى يحموا هالمجتمع ولحتى نحنا نوقف أو نحد من انتقال العدوى فأي مريض عنده هالحرارة أو السعلة أو هالأمور أنه هو يحاول يحمي مجتمعه عبر أنه ما يصير فيه مخالطة والناس طبعا اللي عندهم خوف فيهم يلجأوا لأسريب الحماية مثل وضع الكمامي والتخفيف من المخالطة يعني أكيد الذكرياتهم مع الكورونا اللي أول ما طلعت من ثلاث سنين لازم نخلينا نكون أوعة ونعرف كيف نواجهها وهذا اللي بنشوفه يعني نحنا بكتير من الوبائيات المريض اللي تعرف في مثل قاله اللي بيحترق بالحليب بيصير بنفخ على الزبادي فنحنا هون الناس اللي يعني اكتوت بينار الكورونا قبل أنا برأيي لازم تكون عندها من الوعي والحرص لتحمي حالة من أي عدوى جديدة دكتور فراس بدي استغل وجودك معي لننتقل لموضوع أدوة الأمراض المزمنة يعني منشوف صولات وجولات بهذا الموضوع ووقفات احتجاجية شو مصيرهم هل هناك استمرارية لتأمين الدواء اليوم حضرتكم عم تقوموا كمان بخطة لتأمين الأدوية وين صارت وزارة الصحة؟ نحنا فيه أمرين أول شيء الأمر الأساسي اللي عم تقوم فيه وزارة الصحة كان هو النظام الجديد اللي هو نظام التتبع وهيدا نظام التتبع اللي بيسمح لنا كل علبة الدواء تجي على لبنان أنه نحنا نأكد لمين عم توصل للمريض اللي عم يستلمه إن كان بالصيدلية أو بالمستشفى وصرنا هلأ الجديد بالموضوع أنه صرنا عم نبعث أسم أس للمرضى لنتأكد أنه بالفعل وصلتهم لعلبة وإذا أي حدا صار فيه مشكلة يخبرنا لحتى نحنا يعني نعالجها وهيدا حقيقة النظام فرجى أنه سمح لنا أنه نلبي كتير من هالمرضى بهذه الطريقة الموضوع الثاني هو استمرارية التمويل نحنا بنعرف أنه لبنان كان عم يستعمل مش أموال المدعين نحنا كنا عم يستعمل أموال الـ SDR حقوق الصحب الخاصة لتمويل هذا الموضوع حقوق الصحب الخاصة الأموال اللي موجودة فيها ما بقى كتير لذلك هذا الموضوع كان نقاش بأكتر من لقاء مع لجنة الصحة النيابية ومع كذلك رئيس الحكومة وآخر اللقاء كان مبارح واللي أكد رئيس الحكومة أن الحكومة هي مستمرة بتعطي وزارة الصحة التمويل اللازم لحتى نحنا نقدر نستمر بأنه نجيب هالأدوية الموضوع يعني التمويل الأديم صار على نفاذ الموضوع نحنا الحكومة ملتزمة حسب ما قال رئيسة بتمويل وكذلك وزير المالي بتأمين التمويل اللازم لحتى نحنا نستمر بسياسة أنه نأمن هالدواء للمرضى لذلك أنا مبارح طمنتهم للمرضى وبرجع اليوم بيقول أنه لمرضى الأدوية الأمراض السرطانية والمستعصي نحنا مستمرين بالتمويل مستمرين بالبروتوكوليت بالوزارة وبنظام التتبع لحتى نحنا ما نخسر أي علبة بسبب فساد أو هادر أوهن بموضوع غسيل الكلة نعم الجديد بالموضوع أنه نحنا لحتى نجنب مرضى غسيل الكلة أي انقطاع ممكن يصير بالمستلزمات نحنا اليوم كان فيه اجتماع بالوزارة ما بين الجهات الضامنة ما بين المستشفيات والمستوردين هذه المستلزمات وهناك آلية سوف تتبع جديدة لحتى نحنا نأمن استمرارية المستلزمات من غير أي انقطاع وطبعا وأهم شيء من غير أن المريض لا يتكلف أي تكاليف زيادة أو أي فروقات نحنا كان هذا هو الخط الأحمر بالنسبة لنا كوزارة وكجهة ضامنة أنه ممنوع أي حل أنه يجي على حساب المريض أنه أي حل بده يكون هو بالتعاون بين هالأطراف الثلاثة بشرط أنه نحنا نجنب المريض يكون عليه أي فروقات أنا جدا سعيد أنه قدرنا نلاقي هذا الحل وأنا برجع بطمنهم للمرضى غسيل الكلة يعني اللي هني ظرفهم كتير صعب المرض اللي عايشين متعايشين معه مش سهل أنه نحنا كجهة ضامنة كوزارة صحة واقفين معهم بهذا الموضوع ونحنا ضامنين لاستمرارية هالخدمات إن شاء الله بالمستشفى دكتور فراس يعني مرضى غسيل الكلة مثل ما قلت أنه كتير وضعهم صعب يعني هني إذا تأخروا عن الجلسة بتتراجع حالتهم في مستشفيات كانت عم تقدم حلول أنهم بخففوا عدد الجلسات لهن يوفروا على حال المستلزمات ولكن يعني هيدا شي بيأزم حالة المريض اليوم يمكن بهذه الخطوة كمان أنتو عم تفتحوا فرصة للمستشفيات أنه تهتم أكتر بمرضى غسيل الكلة صحيح هذا الحل يعني أيام بيلجأوا بالأوقات الجدا جدا صعبة لما ما في مستلزمات ولكن هذا الحل ما أنه حل مثالي ولا أنه حل جيد ولذلك نحنا كان هدفنا أنه لا ما نغير من البروتوكولات ما نغير من عدد الجلسات يخلي المريض عم يقدر يستفيد بشكل جيد هلأ نحنا هناك أمر آخر عم تقوم في وزارة الصحة وهو توسعت خدمات غسيل الكلة بالمستشفيات الحكومية نحنا عم نشوف أنه يعني غسيل الكلة من الأمور اللي ما فينا نترك مجال بس يعني لأيام لبعض المستشفيات الخاصة تتصرف بيعني أيام بطرق غير أخلاقية مع المريض نحنا طبعا الغالبية العظمة من المستشفيات الخاصة عم بتكون ملتزمة بواجباتها ولكن هناك بعض المستشفيات اللي أيام عم تطلب أول هيدول نحنا اللي عم نعمل عم نوسع الخدمات بالقطاع العام بالمستشفيات الحكومية هناك بعض المستشفيات الحكومية اللي عم نكبر فيها يعني الأقسام وهناك مستشفيات حكومية حنفتتح فيها من جديد يعني أو أقسام جديد لموضوع غسيل الكلة لحتى نحنا برجع بقول وبشدد نحنا هدفنا أنه مريض غسيل الكلة يستمر بالحصول على هالخدمات هاي من غير ما يتكلف أي فروقات نعم يعني نحنا نعرف كمانا في مستشفيات بتحول مرضى لعند مستشفيات تانية بيقوم هون يصار في ضغط على مستشفيات الحكومية اليوم يمكن المريض هو اللي عم يدفع هايدي الفاتورة الاستشفائية للأسف ومنشوف مرضى كتير ما عندهم مصدر تمويل وبنفس الوقت في مرضى بيتأمن يمكن الأدوية مرضى غسيل الكلة مش بس همون الجلسة وأيضا الأدوية كمان لما ذكرت حضرتك عن تأمين أدوية الأمراض المستعصية كنت أصدق مرضى غسيل الكلة صح شوفي يعني نحنا دايما منقول أنه نحنا مريض السرطان ما في يمطر صحيح يمكن إذا في حدا وضعه أسوأ من مريض السرطان هو مريض غسيل الكلة لأنه يمكن مريض السرطان أيام نتأخر عليه أسبوع عشر تيام مريض غسيل الكلة ما فينا نتأخر عليه عشر تيام إذا هو قعد يومين ثلاثة أسبوع ما غسل ممكن يتوفى ممكن فلذلك أنا بقي أنه أسوأ حقيقة وضع هو لغسيل الكلة لمريض غسيل الكلة إذا لم يتأمن المستلزمات ولذلك نحنا كانت أولوية عنا أنه نأمن لهم المستلزمات لأنه حقيقة الغسيل بالنسبة لهذا هو خط حياتنا نعم دكتور بخصوص الأدوية خلينا أقف عند هذا الموضوع يعني بنعرف كمان التهريب والأدوية الفاسدة اللي بيكون المريض رهن يعني بده بسيط أمل وهون شو بتوجه يعني كيف بده المريض يتأكد من كل شي قبل ما يحصل على هذا الدور وزارة الصحة عم تعمل موضوعين الموضوع الأول وبرجع أنا بذكر المرضى أنه فيه موجود على الجوال بيقدر أي مريض ينزله اسمه مدلب مدلب اللي بيسمح له للمريض لما يفوت على الصيدلية بيقدر يعمل سكاننج للدواء بيبين عنده سعره للدواء وإذا كان هيدا الدواء مع من عمله سكاننج فيه احتمال أنه هيدا الدواء يكون مهرب أو جاي من بره ومعنى بمعنى آخر مهرب شو يعني مهرب فيه أدوية منيحة تجي أيام بس لأنه ما بتمرق على التفتيش الصيدلي ما فينا نضمن له للمريض أنه هيدا الدواء هو الدواء صحيح هو منه فاسد فلذلك نحنا منشجع كل المرضى اللي بيشتروا الدواء من الصيدليات يكون عندهم على تليفون مجانا بتقدم لهم وزارة الصحة للمرضى وبيسمح لهم يعرفوا سعر الدواء إذا فيه بدائل اللي ممكن تكون بدائل أرخص للمريض وكذلك إذا هيدا الدواء منه مسجل بالوزارة بيبينها الموضوع الثاني اللي نحنا عم نعمله لنضبط الفساد لنضبط التهريب ونضبط أهم من ذلك التخزين اللي إيام بعض المستودعات أو الصيدليات بتلجأ له هو موضوع التتبع الماديتراك نحنا فيه قرار أخذناه بوزارة الصحة بداية هذا الأسبوع وهو أنه نحنا من أول سنة القادمة إن شاء الله الماديتراك أو التتبع حيكون إلزامي لكل الصيدليات اللي عم بتوزع دواء وهيدا بيسمح أنه يصير فيه شفافية اللي هي بتكون بي صالح المريض ونقدر نعرف نحنا وكشو كمية الإدوية الموجودة لحتى نحنا نقدر حقيقة يعني ما يكون في عنا حالي بأنه المريض مضطر لأنه الدواء مخبة أنه يلجأ للسوق السوداء أو يلجأ للتهريب بالنهاية لماذا المريض يلجأ للسوق السوداء؟ طح إذا كان الدواء موجود ما فيه داعي يروح للسوق السوداء بس نحنا لما نخب الدواء ساعتها المريض يروح للسوق السوداء ولذلك إذا كان فيه يعني حداً بده يحارب التهريب الطريقة بمحاربة التهريب هي الشفافية هي التتبع اللي سوف تسمح للوزارة وللمريد يعرف ويقدر يوصل للدواء البدوية يعني أكيد خطة وزارة الصحة موجودة وهي فعالة بتنصح المريد أنه يأخذ بدائل وما يلجأ لأنه يأمن الدواء من برا؟ أنا برأيي الدواء اللي عم يأتي من برا خاصة لما ما عم بيمر بالطرق الشرعية ما عم بيصير فعلي تفتيش هيدا الدواء هناك خطورة لأنه ممكن هيدا إذا كان مزور أول شيء ممكن يكون مزور والمريد يخسر أمواله على الفاضي وهيدا كتير في حالات طبعا عم يأخذ مي وملح خصوصة يمكن بأدوية الأمراض المزدر أو اللي كمان شفنا هو أيام أدوية عم تجي ملوثة وهيدا الأدوية الملوثة اللي ممكن لا سمح الله إذا أخذ المريد أنه حالته تزداد سوءا أو يصير معه التهابات شي يعني أدوية ملوثة؟ ملوثة يعني بمعنى المعايير الجودي لم تستعمل بالمصنع اللي هي عم تتعلب فيه وهيدا يعني بتجي الدواء بيكون ملوث عليه جراثين فلما بيأخذوا المريد بالوريد أو بيأخذوا بيمرض بدل ما هو يأخذ الدواء لا يطبق تدهور حارته أكتر مثل وللأسف يعني نحنا الأمر اللي لازم نكون فيه صريحين نحنا مش بس بأزمة مالية نحنا بأزمة أخلاقية نحنا لما منفوت منشوف مصانع عم بتغير يعني صلاحية الغذاء تجار الأدوية أو بيجيبوا أدوية ملوثة أو عم بيجيبوا أو لبن وأجبان وألبان عم تكون معمولة بزيوت صناعية وغيرها هيدا بيفرجي أنه هون الموضوع مش بس مجرد موضوع أموال في عنا نحنا للأسف أخلاقيات مفقودة وكله هيدا بيصب بضرر على المريض دكتور خلينا ننتقل أيضا موضوع يمكن مرضى السرطان أكتر اليوم نشوفهم بالمستشفيات بأجلهم الجلسات أيضا يمكن لأنقطاع الأدوية شو ما صيرهم يعني لكل مريض يمكن سرطان عم يحضر اليوم عم بيعاني موجوع من فقدين هالأدوية نحنا يعني كمان واحدة من الأمور اللي سمح لنا في نظام التتبع وصار عنا شفافية شايفين شو عم بيصير نعم هناك أيام أمراض عم بيصير فيها انقطاع لعدة أسباب أيام بموضوع التمويل اللي عم يتأخر أو أيام الشركة بتتأخر لتسلمه ولكن حقيقة الحالات اللي عم بيصير فيها هيدا الموضوع يعني بشكل عام أقل بكتير من قبل يعني نحنا إجا وقت بلبنان ما كان فيه دور نحنا هيدا نادر نحنا اللي عم بيصيرها الدور عم بيكون متأمن بس أيام بيتأخر مثلا أسبوع أو أسبوعين أو شوي أكتر بس عم يرجع يوصل إلا بعض الأدوية المعين فنحنا بهيدا الموضوع يعني برجع بقول أهمية استمرارية التمويل بالنهاية الشركات اللي برا واللي لفترات طويلة كانت ما عم يعني ما عم نتفعلها ومستحقاتها عم تتشدد مع لبنان عم تجي تقول لك أنت قبل مدى فعلي وفي عندك ديون بمئات الملايين من الدولارات فلذلك أهمية استمرارية التمويل هو اللي بالنهاية بيساعدنا أنه ما يصير في عنا انقطاع لها الأدوية أو تأخير على المريض نعم يعني في حالات كتير يمكن بحاجة أنه هيك تلجأ لوزارة الصحة لوزارة الصحة وعننا نحن كوزارة الصحة وخاصة بالمستشفيات الحكومية يعني نحن أيام فيه ناس عم تجي لعننا مش بس لأنه الدول يعني منه متوفق فيه كتير ناس عم تجي لأنه ما عنده قدرة حتى الدول مدعوم أو أنه تدفع لأنه ما تنسي يعني مرض السرطان مرض مزمن يعني حتى المريض إذا عاش بس بحاجة أيام لعلاج ممكن يكون بالأشهر أو بالسنين فنحن كذلك توسعة البرامج السرطان بالمستشفيات الحكومية عم بتساعد نحن هلأ بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري حنفتتح ست مراكز علاج للسرطان بالمستشفيات الحكومية ست جداد غير المراكز الموجودة وهذا حيسمح عدة أمور أول شيء أنه نفتح بمناطق حتى ما نجبر المريض ينتقل لأنه أيام في مناطق مثلا خذي مثلا بإقليم الخروب المريض اللي عايش هنا ينزل على صيدة ينزل على صيدة أو ينزل على بيروت مثلا نحن في عنا بأماكن أخرى فهيدولي بمنطقة صيدة مثلا ما عنا مستشفى حكومي كان المريض إذا بدروع على مستشفى حكومي يطلع على النبطية أو يطلع على محلات أخرى دي كمان يمكن مشقة تاني أنه يوصل لمركز فهيدا نحن هلأ يعني المراكز اللي عم نفتحها بالمستشفيات الحكومية اللي ما بتاخد منه للمريض فروقات كمان هيدا حتساعد تخفف عليه إن شاء الله أعبئ أكيد يعني توسيع بكار المساعدات اليوم مين هن الدول اللي عم بتقدم هبات للبنان صحية؟ نحن بعده هلأ جاينا كان هبا مهمة من دولة إيطاليا نحن الاتحاد الأوروبي بشكل عام عم يتعاون معنا بدعم يعني عن طريق الإيو بأدوية الأمراض المزمنة خاصة اللي منوزعها بمراكز الرعاية قلتلك نحن هلأ مثلا دولة قطر إيجينا نحن مساعدة جيدة وغيرها من المساعدات اللي عم تجي كمان أنا هون بدي نوح بالمساعدات اللي عم تجينا من الصناعيين اللبنانيين يعني نحن كذلك في عنا كذا مساعدة إيجت من صناعيين دواء لبنانيين حبوا يساعدوا كذلك يعني لبنان وكمان عم بيقدموا أدوية لوزارة الصحة وحقيقة هذا كله يتو عم بيحاول يعني عم بيخلينا أدوية فينا نساعد لنمرق هالمرحلة الصعبة اللي مرقين فيها بتقيم عليك يعني يمكن أنت عشت الأزمة الاقتصادية من بدايتها اليوم أدوية تقيم تطور يعني لبنان أنه قادر يوقف على إجراء صحيا ونرجع يمكن مستشفى الشرق بيزول هيدا كل العتمة اللي نحن موجودين فيها ما في شك أنه نحن مرقنا بالظرف كتير صعب ما في شك أنه نحن عم نشوف أنه هلأ فيه خاصة مستشفياتنا الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة عم تبلش ترجع تجلس وترجع توقف على إجراء ولكن المشكلة اللي عم نواجهها بشكل أساسي بلبنان بالنظام الصحي هو عدم المساوات بأي معنى نحن للأسف عنا طبقة وضعة جيد عم تقدر تروح وتتحكم ويمكن تحصل على أحسن حكمة بالمنطقة ولكن عنا جزء كتير كبير من الشعب اللبناني اللي ما عم يقدر يوصل على المستشفيات بسبب التكاليف بسبب كذا وهالأمور فهيدا عدم التكافؤ بالحصول اللي نحن منعتبره يعني حق أساسي الصحة هي حق مش بس يعني خدمة فلذلك أنا برأيي هيدا التحدي الأكتر بمجتمعنا كيف هالمجتمع يقدر يتكافل لحتى جميع أبناء المجتمع يقدر يوصلوا لهالعلاج نعم يعني هيدا الهول موجودة موجودة بكل شي مش بس بالصحة صحيح منشوف أشخاص كتير يمكن عندهم نهم أنه هن كي بدنا نفوت على المستشفى صحيح وأنا يعني هلأ عندي خلال فترة الشهر الجاي جول كبيري على الجاليات اللبنانية نحن يعني بفرانسا أو بأمريكا حقيقة نحن يعني ما في شك أن الجاليات اللبنانية إن كان بأوروبا بأمريكا بأفريقيا أو بغيرها هن عم يوقفوا جنب أهلهم وجنب مجتمعاتهم وعم بيساعدوهم ويمكن هن أكتر ناس عم يعني نحن أيام منقول مين الدول اللي عم بتساعد لبنان أنا برأيي أكتر ناس عم بتساعدوا لبنان لبنانية هن اللبنانية اللي بره واللي لو لا هن يمكن نحن كان هالبلد صار وضعه مختلف تماما فنحن كذلك بدنا نشوف الطرق اللي ممكن تساعدهم يساعدوا أهلهم مباشرة نحن ما عم نطلبونهم يعطوا شيء للوزارة نحن عم نشوف كثيرا لحتى نحن برجع بقول مرحلة صعبة عم بمر فيها البلد وإن شاء الله نقدر نعديها دكتور فراس أبيض بدي أتشكرك على وجودك معي ده هم الوقت ولكن الملفات تطول وبدأ وقت أكتر مشاهدينا بدي أتشكركم على متابعتكم لألنا كان معي وزير الصحة بحكومة تصريف العمل دكتور فراس أبيض بتمنى نكون يمكن نعطاكم النصايح لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا وأيضا تمنى بخصوص أدوية الأمراض المستعصية وخصوصا مرضى غسيل الكلاء والأمراض السرطانية برجع بلتعنا وإياكم بحلقة جديدة وموضوع طب جديد انطرونا ترجمة نانسي قنقر